السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم كاشر هيدز رجعنا لكم الى بلاكوب ستريد طبعا امس نزلنا مقطع مسمى كوت 13 الجديد واللي بيكون تحت اسم انفينيت ويرفير واللي بينزل نهاية هذه السنة ان شاء الله في نوفمبر 2016 جاءت هالتسريبات من الاستور النورث امريكا بالخطأ شركة سوني نزلت الاسم وخلال نصف ساعة شلت الاسم غريب ان في كثار يجوك يشككون من هذا المسمى يعني يجوك فوتوشوب اخطاء يعني من هذا الكلام بالرغم ان انتشر له صور وفيديوهات واضحة وضوح الشمس ان الكود الجديد بيكون تحت مسمى انفينيت ويرفير اليوم الصبح اتسرب جزء من البوستر الخاص في كوت 13 وبينزل تحت مسمى انفينيت ويرفير وبينزل اليوم 4.11.2016 ان شاء الله كذلك تسرب الجزء الخارجي من غلاف اللعبة وكذلك تحمل نفس الاسم انفينيت ويرفير وبينزل اليوم 4.11.2016 وكيف ما تعفون يا جماعة كل ما ينزل كولوف ديوتي جديد تنزل معه ثلاث نسخ اول نسخة تكون نسخة عادية جدا فيها اللعبة وخرائط اللعبة الاصلية فقط النسخة الثانية يكون فيها الستيل بوكس بالاضافة الى بعض الخرائط الحصرية النسخة الثالثة والاغلى يكون فيها ستيل بوكس يكون فيها بعض الخرائط الحصرية وايضا يكون فيها بعض البوسترات فيها بعض الميداليات فيها بعض النماذج اللي تخص الكوت الجديد في كوت 13 اللي بينزل ان شاء الله في نوفمبر 2016 بيكون فيه احد النسخ وتسمى Legacy Edition هذا لو اشترته بيمديك تحصل على احد الاكواد القديمة اما كود 4 او اما كود 6 وبيمديك تلعبه على اجهزة الجيل الجديد طبعا لحد الحين ما عندنا اي فكرة يمكن يكون كود 4 ويمكن يكون كود 6 ما عندنا اي فكرة اطراقا لكن الاغلب يرجح كود 4 صراحة ما عندنا اي فكرة لكن ان حصت Legacy Edition يمكنك تنزل كود 4 او كود 6 عن طريق الانلاين فلا تنسى جزاك الله الف خير لا تنسى اذا بغيت الكود 4 او كود 6 لا تنسى انك تشترى Legacy Edition لا تشترى النسخة العادية لانها بتكون ما فيها غير الا اللعبة وخرائط اللعبة الاصلية فقط في النهاية ما ننسى ان جيم ستيرلينك سرب لنا احد الجداول الخاصة في احدى الاستورات العالمية احتمال يكون GameStop لانا صراحة ما ذكر واش اسم الاستور الاستور هذا محطي جدول انه يوم 3-5 يوم الثلاثة القادم يوم ثلاثة خمسة بيغيرون بانر الاستور الى بانر Call of Duty الجديد الظاهر ان الشركة هذه ما اخذى خبر من Activision انه في نفس هذا اليوم بينزل الريفير او التريلر الجديد لكود 13 وفي نفس اليوم بيحطون البانر واغلب الناس لو تسمع في اليوتيوب او بين الشباب يقولوك احتمال كبير ان كود 13 التريلر ينزل يوم ثلاثة خمسة يوم الثلاثة القادم اتمنى هذه الاخبار افادتكم ان شاء الله اذا في اي شي جديد بنزلها في القناة ادري شوي نوع ما سحبت عن اللايف لان صراحة ان شوي مشغوله لكن ان شاء الله قريب برجع لكم مع اللايف كذلك لا تنسون اليوم فتحت ايسا في الانستجرام اتمنى انكم تجوني هناك طبعا بنزل كل اخبار كود تسريبات مقاطع الى اخره السلام عليكم